السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة موزي وموريكو روشي. ان شاء الله في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض خطوة بخطوة بالتفصيل. ازاي نعمل الشنطة الجميلة دي بورزة الفشارة. هتشوفوا كمان معي طريقة جديدة ومختلفة وسهلة لعمل الدايرة بورزة الفشارة عشان الناس المبتدئين. طريقتها سهلة جدا ان شاء الله تطبقيها معي بكل سهولة. اه مش هطول عليكم. اتمنى ربنا يوفقني. والفيديو النهاردة يعجبكم بكل تفاصيله. فلو عجبكم الفيديو اعملوله شير ولايك. ولو لسه اول مرة تشوفوني وحبين تتابعوني ولسه ما اشتركتوش في القناة طبعا يا سعدني اشترككم في القناة. فاشتركوا فعالوا الجرس على الكل. عشان يوصلكوا اشعار بقى اي فيديو جديد اللي بعملو. ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل الشنطة بتاعتنا ازاي. انا هشتغل يا جماعة خيط مكرامية مصري متوسط السمك. هشتغلوا بابرة الومنيوم رقم خمسة ونص. طبعا انت تقدر تشتغليها باي نوع خيط انت حباها مع الابرة المناسبة لي. هبدأ كده بسم الله اول حاجة هعمل دايرة سحرية. ازاي بنعمل الدايرة السحرية? بمسك طرف الخيط من البداية كده. وبتني عليه الطرف الطويل اللي انا هسحب منه ده. بعد كده بمسك نقطة التقاء الختين ببعض بالشكل ده كده. وبجيب الابرة بتاعتي وبدخل في الدايرة دي بسحب الخيط وبشتغل غرزة سلسلة. كده انا كونت الدايرة السحرية. بسلي بطرف الخيط القصير عشان اعرف اداية الدايرة بتاعتي وابسعها بسهولة. وهاخد طرف الخيط معايا تحت الشغل وهشتغل عليه. عشان انضف الخيط بتاعي اول باول وفي نفس الوقت الدايرة تبقى سبتة ومحكمة اكتر وما توسعش بسهولة. هبدأ اشتغل داخل الدايرة السحرية دي اول غرزة فشارة. وهشتغل فيها غرزة فشارة واحدة بس اللي هتبقى في نص الدايرة. بارتفع اتنين سلسلة كمان. واحد اتنين. كده بقى عندي تلات سلاسل. التلات سلاسل دول هحسبهم اول عمود بلفة. غرزة الفشارة عبارة عن خمس اعمدة بلفة زي ما نشوف طريقتها بالتفصيل دلوقتي. انا بحسب الارتفاع اللي هو التلات سلاسل دول بحسبهم اول عمود يبقى هكمل عليهم داخل الدايرة السحرية اربع عمدة بلفة كمان عشان اكون اول غرزة فشارة. العمود بلفة بنشتغله ازاي? باخد خيط على الابرة. وبدخل في الدايرة السحرية طبعا هشتغل على الدايرة مع طرف الخيط زي ما اتفقنا. باخد خيط على الابرة وبدخل في الدايرة باسحب خيط. بقى معيها تلات لفات. باسحب الخيط من اول لفتين. وبعدين باسحبه من تاني لفتين. ده العمود بلفة. بكرر تاني. باخد خيط على الابرة وبدخل في الدايرة. بسحب خيط. بقى معايا تلات لفات على الابرة. بسحب من اول لفتين. وبسحب من تاني لفتين. كده عمودين بلفة. تلاتة. اربعة. انا كده اشتغلت اربع اعمدة بلفة. بعد الارتفاع اللي هو تلات سلاسل. تمام? بعمل ايه بعد كده? بسلك طرف الخيط ده. وبقفل الدايرة السحرية كده شوية. بالشكل ده شايفين شكلها عامل ازاي? اهي. بقفل كده. بشيلي الابرة بتاعتي من الحلقة اللي في العمود الاخير. بشيلي الابرة بتاعتي من الحلقة اللي في العمود الاخير. وبروح على التلات سلاسل بتوع الارتفاع. وبعد واحد اتنين. وبدخل في السلسلة رقم تلاتة. بدخل تحت حرف الفي كده. حرف الفي بتاع السلسلة ممكن تدخلي في الطرف الخلفي. يعني ممكن تشتغلي في الطرف الخلفي للسلسلة بس. بس انا بحب اشتغل تحت حرف الفي. بدخل بالشكل ده كده. تمام? وهسحب الحلقة اللي كانت معايا في العمود الاخير. وهطلع من السلسلة رقم تلاتة. كده انا عفلت الاربع عامدة مع الارتفاع اللي هو تلات سلاسل. مكونت اول غرزة فشارة. شايفين شكل الغرز من هنا? قفلت الاعمدة على بعضها. ومن الجنب التاني عندي الدايرة السحرية. بعد كده بعمل ايه? بقفل عليهم بغرزة منزلقة. تمام? دي اول غرزة فشارة عندي انا اشتغلتها. ودي اللي هتبقى في نص الدايرة بتاعتي. تمام? هعمل ايه بعد كده? هشتغل اطار بالسلاسل كده حوالين الغرزة دي عشان اشتغل عليه السطر التاني غرز حشو. بشتغل الاطار ده ازاي? بشتغل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. وبلف كده بروح في الجنب التاني عند الدايرة السحرية. عندي طرف الخيط بتاع البداية ده. وبدخل في الدايرة السحرية تاني. شايفين? بدخل بالقبرة بتاعتي باسحب الخيط وبعمل غرزة منزلقة. تمام? بسيب طرف الخيط كده. وبشتغل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. وبلف الخيط كده او بلف الغرزة بتاعة الفشارة. بروح للجنب التاني. اللي فيه المنزلقة اللي انا قفلت بيها على الخمس اعمدة. وبدخل. بدخل في الفتحة دي كده مع المنزلقة وبشتغل منزلقة تاني. تمام? انا كده كونت اطار حوالين غرزة الفشارة زي ما انتو شايفين كده. عبارة عن سلاسل هشتغل عليه السطر التاني غرز الحشو. بالشكل ده. طيب هشتغل السطر التاني ازاي? بارتفع سلسلة. وبدخل في نفس المكان ده مع المنزلقة بشتغل اتنين حشو. واحد اتنين. بروح على التلات سلاسل اللي في الجنب ده وبشتغل اربعة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة. بروح على الدايرة السحرية شايفين الجنب اللي فيه الدايرة السحرية. بدخل برضو في الدايرة السحرية نفسها كده مع المنزلقة وبشتغل اتنين حشو. واحد. اتنين. وهاخد طرف الخيط ده معي تحت الشغل. بشتغل كده بقفل الدايرة بتاعتي. وهشتغل على التلات سلاسل اللي في الجنب التاني مع طرف الخيط. هشتغل اربعة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة. بشد الخيط بتاعي ده عشان اقفل الدايرة واسبت الخيط بتاعي كويس. كده انا عملت السطر بتاع غرز الحشو والسطر التاني ده. اشتغلت اتناشر غرزة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اخداشر اتناشر. تمام? هقفل السطر بتاعي بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو انا اشتغلتها. بدخل في اول غرزة حشو تحت حرف الفي. بدخل كده تحت حرف الفي اول غرزة. وبسحب الخيط وبقفل السطر بمنزلقة. يبقى انا كده اشتغلت اول غرزة فشارة داخل الدايرة السحرية بالطريقة اللي شفناها مع بعض. واشتغلت حواليها اطار من السلاسل. وبعد كده اشتغلت السطر التاني غرز حشو اشتغلت اتناشر غرزة حشو. وبقى الشكل زي ما انتم شايفين كده. ده الشكل من وراء. من الظهر. وده شكل الوش بتاع الشغل من قدام. تمام? هبدأ اشتغل السطر التالت. هشتغل ايه? هشتغل غرزة فشارة وغرزة حشو. وهكرر تاني. غرزة فشارة وغرزة حشو بالتبادل كده مع بعض. لحد ما وصل لاخر السطر. هيبقى عندي ست غرس فشارة وست غرس حشو. نبدأ نشتغل على طول. بارتفع تلت سلاسل. واحد اتنين تلاتة. والتلت سلاسل الارتفاع دول بحسيبهم اول عمود بلفة في اول غرزة فشارة انا هشتغلها. الارتفاع بحسيبه اول عمود يبقى هشتغل معاها في نفس المكان اربع اعمدة بلفة كمان عشان اكون اول غرزة فشارة. بشتغل كمان اربع اعمدة في نفس الغرزة. واحد اتنين تلاتة اربعة. كده انا اشتغلت اربع اعمدة بلفة. زائد الارتفاع اللي هو التلاتة سلاسل. يبقى كده عندي خمس اعمدة. كونت اول غرزة فشارة. هقفلهم ازاي? بشيل الابرة من العمود الاخير. من الحلقة الاخيرة. وبروح على الارتفاع على التلاتة سلاسل. وبعد واحد اتنين تلاتة. بدخل في تالت سلسلة. تحت حرف الفي زي ما اتفقنا. بالشكل ده. وبسحب الحلقة اللي كانت معايا في اخر عمود. وبطلع من السلسلة دي. شايفين? انا كده ضميت الاعمدة للارتفاع اللي هما التلات سلاسل وقفلت وعملت غرزة فشارة. بعد كده بعمل ايه? بقفل عليهم بغرزة منزلقة. خليكم فاكرين غرزة المنزلقة اللي بنقفل بها على الاعمدة دي. هنشتغل فيها السطر اللي جاي غرزتين حشو. تمام? بعد كده بروح على غرزة الحشو التانية باشتغل فيها غرزة حشو. بنزل كده لتحت من وراء. بنزل لتحت كده من وراء. وباسحب الخيط بتاعي وباشتغل غرزة حشو. يبقى انا كده اشتغلت غرزة فشارة غرزة حشو. الغرزة رقم تلاتة. الحشو رقم تلاتة باشتغل فيها غرزة فشارة. هشتغل على طول بقى خمس اعمدة ما عنديش ارتفاع. الارتفاع بيبقى في اول غرزة بس. في اول السطر. هشتغل خمس اعمدة بلفة. في الغرزة رقم تلاتة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. كده انا اشتغلت خمس اعمدة بلفة. مش شكل زي ما انتم شايفين كده. بعمل ايه بعد كده? بدخل بالابرة بتاعتي في اول عمود. او برجع لورا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. في اول عمود انا اشتغلته. وبسحب الحلقة اللي كانت معايا في العمود الاخير. وبطلع من اول عمود. بالشكل ده كده. شايفين الشكل عامل ازاي? بقفل كده كويس. وبقفل عليهم بغرزة منزلقة. تمام? كده اشتغلت غرزة الفشارة التانية. بروح على غرزة الحشو رقم اربعة وباشتغل فيها غرزة حشو. بنزل كده لتحت من وراء. عشان اعرف اشتغلها. وبدخل وبسحب الخيط بتاعي واشتغل غرزة حشو. يبقى انا كده اشتغلت فشارة حشو وفشارة حشو. تمام? بقرر تاني اشتغل معاكم كمان غرزتين. واشتغل غرزة فشارة في الغرزة رقم خمسة. خمسة عمودة بلفة مع بعض. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. كده انا اشتغلت خمسة عمودة بلفة. شكلهم اهو زي ما انتم شايفين كده. بسحب الابرة بتاعتي. وبروح على الاول عمود. اول عمود ده انا اشتغلته او برجع لوار زي ما اوثلكوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بالابرة بتاعتي بدخل كده. وبسحب الحلقة اللي كانت معايا في اخر عمود. وبطلع من اول عمود. بالشكل ده. بالشكل كده. بدايق شوية كده. وبقفل عليهم بغرزة منزلكوا. الغرزة رقم ستة تحت. هشتغل فيها غرزة حشو. بنزل كده. من ورا كده لتحت شوية. بسحب الخيط. وبعمل غرزة حشو. تمام? هيبقى الشكل زي ما انتم شايفين كده. اشتغلت واحدة في شارة وواحدة حشو. واحدة في شارة وواحدة حشو. واحدة في شارة وواحدة حشو. وهكرر بنفس الطريقة حد ما وصل لاخر السطر. ونقفل مع بعض. انا كده وصلت اخر السطر التالت يا جماعة. اشتغلت اخر غرزة في شارة وبعدها اخر غرزة حشو. هقفل السطر بتاعي بغرزة منزلكة. فوق اول غرزة في شارة انا اشتغلتها. فاكرين غرزة المنزلكة اللي قفلنا بيها على الخمس اعمدة. وقلت لكم هنرجع لها في السطر اللي جاي وهنشتغل فيها غرزتين حشو مع بعض. بدخل فيها كده بالابرة بتاعتي. غرزة المنزلكة دي. وبسحب الخيط وبقفل السطر بمنزلكة. تمام? كده خلصنا السطر التالت. اشتغلنا فيه ست غرس في شارة. وبينهم ست غرس حشو. بالطريقة اللي شفناها مع بعض. بقى ده شكل الشغل بتاعي. ده وش الشغل من قدام. وده شكل الشغل من ورا. تمام? هنبدأ بعد كده للسطر الرابع. هنشتغل كل غرس حشو. وهنشتغل كله تزايد. يعني ايه تزايد? يعني بشتغل في كل غرزة غرزتين حشو مع بعض. بارتفع سلسلة. وبدخل في غرزة المنزلكة اللي فوق اول غرزة فشارة دي. وبشتغل اتنين حشو مع بعض. واحد. اتنين. بعد كده بروح على غرزة الحشو اللي بين الاتنين فشارة. تاني غرزة وبشتغل فيها اتنين مع بعض. واحد. اتنين. بروح على غرزة الفشارة التانية في المنزلكة اللي انا قفلت بيها على الخمس اعمدة. وبشتغل اتنين حشو مع بعض. واحد. اتنين. بعد كده غرزة الحشو اللي بعديها. بشتغل فيها واحد اتنين. بالشكل ده كده. غرزة الفشارة التالتة في المنزلكة اللي فوقيها بشتغل اتنين حشو. واحد. اتنين. غرزة الحشو اللي بعديها. بشتغل اتنين حشو مع بعض. واحد. اتنين. هيبقى الشكل عندي كده. يبقى انا كامل السطر الرابع كله غرز حشو بشتغل فيه تزايد كله. في كل غرزة بشتغل اتنين حشو مع بعض. لحد ما وصل لاخر السطر. ونرجع نقفل السطر مع بعض ونشوف عدد الغرز كام غرزة. انا كده وصلت اخر السطر الرابع. هقفل السطر بتاعي بغرزة منزلكة في اول غرزة حشو انا اشتغلتها. بدخل بالابرة بتاعتي في اول غرزة حشو. تحت حرف الفي. بسحب الخيط وبقفل السطر بمنزلكة. كده خلصنا السطر الرابع. اشتغلناه كل غرز حشو. واشتغلناه كله تزايد. يعني كنا بنشتغل في كل غرزة غرزتين حشو مع بعض. بقى عدد الغرز عندي اربعة وعشرين غرزة حشو. تمام? بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده برضو. ده الشكل الشغل من قدام وده الشكل من ورا. هنبدأ السطر الخامس وهنشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها في السطر التالت. باشتغل غرزة فشارة وغرزة حشو. وبكرر لحد ما وصل لاخر السطر. نبدأ على طول ونشتغل اول غرزة فشارة. باتفع تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وبحسب الارتفاع ده اول عمود بلفة. وباشتغل معا كمان في نفس المكان اربع عميدة بلفة عشان اكون اول غرزة فشارة. في نفس الغرزة بدخل وباشتغل واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. كده انا اشتغلت اربع عميدة بلفة مع الارتفاع عشان اكون اول غرزة فشارة. بقى الشكل كده. بشيل الابرة بتاعتي من اللفة الاخيرة دي او الحلقة الاخيرة. وبروح على الارتفاع واحد اتنين وبدخل في تالت سلسلة. تحت حرف الفي. بالشكل ده. وبسحب الحلقة اللي كانت معاي على الابرة وبطلع بها من سلسلة رقم تلاتة. كده انا كونت اول غرزة فشارة. بقفل عليهم بغرزة منزلقة. خليكوا برضو فاكرين وغرزة المنزلقة دي هنشتغل فيها السطر اللي جاي وغرزة حشو. بعد كده بروح على غرزة الحشو التانية وبشتغل فيها غرزة حشو. بنزل كده لتحت من وراء عشان اعرف اشتغل غرزة الحشو. وبسحب الخيط وبعمل غرزة حشو. يبقى انا كده اشتغلت واحدة فشارة واحدة حشو. الغرزة رقم تلاتة هشتغل فيها غرزة فشارة. طبعا من غير الارتفاع لان الارتفاع بيبقى عندي في اول السطر بس. وفي اول الغرزة انا بشتغلها. بشتغل على طول خمس اعمدة مع بعض في نفس الغرزة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. كده انا اشتغلت خمس اعمدة بلفة. بالشكل ده. بسحب الابرة من الحلقة الاخيرة. وبروح على اول عمود. او برجع لورا كده زي ما قلتلكم. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بدخل في اول عمود وبسحب الحلقة اللي كانت معي على الابرة. وبقفل العمدة على بعضها بالشكل ده. وبقفل عليهم بغرزة منزلقة. الغرزة رقم اربعة بشتغل فيها غرزة حشو. بنزل كده بالابرة بتاعتي. وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو. هكرر تاقي بنفس الطريقة اشتغل معاك وكمان غرزتين. الغرزة رقم خمسة بشتغل فيها غرزة فشارة. خمس اعمدة بلفة مع بعض في نفس المكان. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. كده انا اشتغلت خمسة اعمدة بلفة بشيلي الابرة بتاعتي من الحلقة الاخيرة. وبرجع لورا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. او بدخل في اول عمود. وبسحب الحلقة اللي كانت معايا على الابرة. وبكون لغرزة الفشارة رقم تلاتة. وبقفل عليهم بغرزة منزلكة. بعد كده الغرزة رقم ستة بشتغل فيها غرزة حشو. هكرر بقى بنفس الطريقة. بالشكل ده كده. بشتعل واحدة فشارة واحدة حشو. لحد ما وصل لاخر السطر الخامس. ونرجع نكمل مع بعض. كده انا وصلت اخر السطر الخامس اشتغلت اخر غرزة فشارة وبعدها اخر غرزة حشو. هنقفل السطر بتاعنا بغرزة منزلقة. فوق اول غرزة فشارة. غرزة المنزلقة اللي انا قفلت بها على الخمسة عمدة بدخل فيها كده. اللي هي فوق الفشارة الاولى. وبسحب الخيط وبقفل السطر بمنزلقة. كده خلصنا السطر الخامس. اشتغلت فيه اتناشر غرزة فشارة. وبينهم اتناشر غرزة حشو. بالطريقة اللي شفناها مع بعض. بقى ده شكل الشغل بتاعي وده الشكل من وراء لازم اوريكوا كل سطر عشان تعرفوا شكل الشغل ازاي تمام? هنبدأ السطر السادس هنشتغل كل غرص حشو بس هشتغل فوق كل غرزة فشارة غرزة حشو واحدة وفي كل غرزة حشو غرزتين حشو مع بعض نشتغل على طول بارتفع سلسلة وبدخل في غرزة المنزلقة اللي فوق اول فشارة وبشتغل فيها غرزة حشو واحدة بروح على غرزة الحشو اللي بعد الفشارة الاولى وبشتغل اتنين حشو مع بعض واحد اتنين ليه انا مش هشتغل تزايد على كل الغرز عشان الدايرة بتاعتي ما تبقاش وسعة معي لو اشتغلت تزايد على كل الغرز زي السطر الرابع هلاقي الدايرة بتاعتي وسعت معي فانا هشتغل بالطريقة دي وان شاء الله هتبقى مظبوطة بروح على غرزة الفشارة التانية في المنزلقة اللي فوق وبشتغل غرزة حشو واحدة غرزة الحشو اللي بعديها بشتغل فيها اتنين حشو واحد اتنين وهكرر بقى على كل الغرز بنفس الطريقة غرزة الفشارة التالتة بشتغل فيها غرزة حشو واحدة والحشو اللي بعديها بشتغل فيها اتنين حشو واحد اتنين هيبقى الشكل زي ما انتم شايفين كده هكرر بنفس الطريقة لحد ما نوصل لآخر السطر السادس ونقفل السطر مع بعض ونشوف عدد غرز الحشو كام غرزة انا كده وصلت آخر السطر السادس هقفل السطر بتاعي بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو انا اشتغلتها بدخل بالابرة بتاعتي في اول غرزة حشو تحت حرف ال V وبسحب الخيط وبقفل السطر بمنزلقة كده خلصنا السطر السادس اشتغلنا كل غرز حشو كنا بنشتغل فوق غرزة الفشارة غرزة حشو واحدة وفي غرزة الحشو اللي بعدها اتنين حشو مع بعض بعدد الغرز عندي في السطر السادس ستة وتلاتين غرزة حشو هنبدأ السطر السابع هنشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها السطر الخامس والتالت باشتغل غرزة فشارة وبعديها غرزة حشو وبكرر لحد ما وصل لآخر السطر. هنبدأ مع بعض نشتغل اول غرزة فشارة. بارتفع تلت سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وبحسب الارتفاع اول عمود عندي. بكمل عليه في نفس الغرزة اربع اعمدة بلفة كمان عشان اكون اول غرزة فشارة. اربع اعمدة بلفة في نفس الغرزة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. كده انا اشتغلت اربع اعمدة بلفة زائد الارتفاع اللي هو التلات سلاسل. يبقى كده عندي خمس اعمدة. بشير الابرة بتاعتي من الحلقة الاخيرة. وبروح على الارتفاع وبعد واحد اتنين. وبدخل في السلسلة رقم تلاتة. بالشكل ده. وبسحب الخيط. وبقفل غرزة الفشارة بتاعتي. بالشكل ده. بعد كده بقفل عليهم بغرزة منزلقة. بروح على غرزة الحشو التانية وبشتغل فيها غرزة حشو. بكرر بنفس الطريقة. غرزة الحشو رقم تلاتة بشتغل فيها في شارة. خمس اعمدة بلفة على طول بقى مفيش ارتفاع عندي. لان الارتفاع عندي في اول غرزة في السطر. كده اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. كده اشتغلت خمس اعمدة. بالشكل ده. بشيل الابرة بتاعتي من اخر عمود او من اخر الحلقة. وبروح على اول عمود. برجع كده الوارا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بدخل في اول عمود. وبسحب الحلقة اللي كانت معي على الابرة. وبقفل غرزة الفشارة. بعد كده بقفل عليهم بغرزة منزلقة. الغرزة رقم اربعة بشتغل فيها غرزة حشو. هكرر بنفس الطريقة. باشتغل واحدة فشارة واحدة حشو. لحد ما وصل لاخر السطر السابع. ونشوف عدد الغرز بتاعتنا كام غرزة. ونقفل السطر مع بعض. انا كده وصلت اخر السطر السابع. واشتغلت اخر غرزة حشو. هقفل السطر بتاعي بمنزلقة في اول غرزة فشارة انا اشتغلتها. بدخل في المنزلقة اللي فوق اول غرزة فشارة. بسحب الخيط وبقفل السطر بتاعي بغرزة منزلقة. كده خلصت السطر السابع والشكل بدأ يبان معايا اكتر زي ما انتم شايفين كده. اشتغلت تمنتاشر غرزة فشارة. السطر اللي قبليه كان اتناشر غرزة فشارة. هبدأ السطر التامن وهاشتغل كل غرز حشو. بارتفع سلسلة. وبدخل على طول مع الارتفاع في غرزة المنزلقة اللي فوق اول غرزة فشارة. وبشتغل غرزة حشو واحدة. بروح على غرزة الحشو بشتغل فيها غرزتين حشو مع بعض. واحد اتنين. بروح على الفشارة بشتغل غرزة حشو واحدة. وفي الحشو اللي بعدها بشتغل غرزتين حشو. واحد. اتنين. هكرر كده بنفس الطريقة. فوق الفشارة بشتغل غرزة حشو واحدة. وفي غرزة الحشو اللي بعدها بشتغل غرزتين حشو في نفس المكان. لحد ما وصل لاخر السطر التامن. ونرجع نقفل السطر مع بعض ونشوف عدد الغرز كام غرزة. انا كده وصلت اخر السطر التامن يا جماعة. هقفل معاكم السطر بغرزة منزلقة. في اول غرزة حشو انا اشتغلتها. بدخل في اول غرزة حشو بالابرة كده تحت حرف وبسحب خيط وبقفل السطر بغرزة منزلقة. كده خلصنا السطر التامن اشتغلنا كل غرز حشو. كنا بنشتغل فوق غرزة الفشارة. غرزة حشو واحدة. وفي غرزة الحشو اللي بعدها غرزتين حشو مع بعض. عدد غرز الحشو في السطر التامن اربعة وخمسين غرزة حشو. بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده. ده شكل الدايرة اللي احنا اشتغلناها مع بعض شكلها جميل جدا. انا هوقف شغل عندي المقاس ده. وهاجيب المزهورة ونشوف المقاس كام سنتي. مقاس الدايرة اللي احنا نشتغلها مع بعض سبعتاشر سنتي بالزبط. طبعا انتي لو حابة تكبري عن كده أو تصغاري حسب ما انني عايزة. لو عايزة تكبري عن كده بتستمر بنفس طريقة الشغل اللي احنا اشتغلناها مع بعض دي. لحد ما توصلي للمقاس اللي انتي عايزة. هبدأ بعد كده الصنبولة. ايه الفرق بين غرزة الصنبولة وغرزة الحشو العادية? ان انا بشتغل غرزة الحشو العادية في راس الغرزة من فوق كده في حرف الفي اللي فوق ده. المكان ده كده بشتغل فيه غرزة الحشو العادية. غرزة الصنبولة بشتغلها فين? بشتغلها في حرف الفي اللي في وش الغرزة من قدام. لو انا جيت كده عند غرزة الحشو دي. بلاقي كده في كل غرزة حشو بلاقي حرف في كده من قدام شبه رقم سبعة. بدخل في قلب حرف ال V اللي في الوش ده بالإبرة بتاعتي وبطلع من وراء من بين الفتلتين اللي بضهر الغرزة من وراء هلاقي في ظهر كل غرزة حشو فتلتين جنب بعض كده بالشكل ده لازم أطلع بالإبرة بتاعتي من بين الفتلتين اللي وراء عشان الشغل بتاعي يبقى مظبوط فأنا هبدأ أشتغل جوانب بتاعت الشنطة غرزة السنبولة طبعا غرزة السنبولة هي شكل من أشكال غرزة الحشو زي ما قلت لكم بتختلف في المكان اللي احنا بنشتغلها فيه أنا بعد ما قفلت بمنزلقة في أول غرزة بدخل على طول من غير أي ارتفاع في أول غرزة في حرف ال V اللي في الوش عندي راس الغرزة فوقها هما ليش دعوا بيه خالص بدخل في قلب الغرزة من قدام وبطلع من وراء من بين الفتلتين بالشكل ده وبشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس يعني عدد الغرز في الجوانب بتاعت الشنطة هيبقى اربع وخمسين غرزة بروح على الغرزة التانية برضو بدخل في قلب الغرزة من قدام بالشكل ده كده وبسحب الخيط وبشتغل تاني غرزة كده اتنين تلاتة اربعة خمسة هكرر كده على كل الغرز لحد ما وصل لآخر السطر هيبقى عندي اربعة وخمسين غرزة زي ما قلت لكم هشتغل على نفس العدد من غير أي تزايد هيبقى شكل الغرزة بتاعتي كده تمام؟ هكمل كده على الدايرة كلها لحد ما وصل لآخر السطر ونقفل السطر مع بعض انا كده وصلت آخر السطر يا جماعة فاضل عندي آخر غرزة هنشتغلها مع بعض ونشوف ازاي هنقفل السطر بتاعنا في غرزة السنبولة بدخل في قلب الغرزة دي آخر غرزة عندي بسحب الخيط بالشكل ده بقى عندي لفتين على الابرة ما بقفلش الغرزة لوحدها بقفلها فين؟ بقفلها في اول غرزة عندي اول غرزة في السطر هي بدخل في الحلقة الخلفية لأول غرزة هوضح لكم اكتر بدخل كده عندي حرف الفي بتاع اول غرزة اهو الامامية وخلفية ماليش دعوة بالامامية خالص بدخل في الحلقة الخلفية للغرزة الاولى بقى معي تلات لفات على الابرة اللفتين بتوع اخر غرزة واللفة بتاعت الحلقة الخلفية للغرزة الاولى تمام؟ بسحب الخيط من التلات لفات وبقفل السطر بتاعي بمنزلق هيبقى الشكل زي ما انتم شايفين كده بعد كده ببدأ السطر التاني على طول من غير اي ارتفاع بدخل على طول في قلب الغرزة اول غرزة عندي في حرف اللي في الوش وبشتغل اول غرزة على طول بالشكل ده كده كده اول غرزة بروح على الغرزة التانية وبشتغل تاني غرزة الغرزة التالتة وبشتغل تالت غرزة الشكل بدأ يبين معي اهو تمام بقرر على كل الغرز بقى بنفس الطريقة كده الشكل اهو كل غرزة عليها غرزة واحدة بس او كل غرزة فيها بقى لان انا بشتغل غرزة فقلب الغرزة من جوه هيبقى الشكل زي ما انتم شايفين كده هشتغل كمان السطر ده ونرجع نقفل مع بعض انا كده وصلت اخر السطر يا جماعة فاضل عندي اخر غرزة هنشتغلها مع بعض ونقفل بها السطر بتاعنا بدخل في الغرزة الاخيرة بسحب خيط بقى معي لفتين على الابرة بروح على الغرزة الاولى وبدخل في الحلقة الخلفية منها بقى كده معي تلت لفات اللفتين بتوع الغرزة الاخيرة واللفة بتاعت الحلقة الخلفية لغرزة الاولى بسحب الخيط من التلت لفات وبقفل السطر بتاعي بغرزة منزلقة كده قفلت السطر خلاص انا كده اشتغلت تلت سطور اول سطر كان غرز حشو عادية خالص والسطر التاني والتالت كان غرزة السنبولة او غرزة الحشو في حرف الفي طبعا الاتنين مسميات لنفس الغرزة في ناس بتسميها غرزة السنبولة وناس تانية بتسميها غرزة الحشو في حرف الفي بقى شكلها زي ما انتم شايفين كده بعد كده هبدأ ابروز الفتحة بتاعتي دي كلها بغرزة منزلقة الشكل زي ما انتم شايفين كده هبدأ ابروز بغرزة منزلقة خلاص كده انا وصلت للعرض بتاع الجنب اللي انا عايزاه غرزة المنزلقة باشتغلها ازاي? بدخل على طول في الغرزة التانية على طول كده تحت حرف بسحب خيط وبعد كده بسحبه من الحلقة اقلة على ابرة. بكرر تاني بدخل تحت حرف وبسحب الخيط وبعد كده بسحبه من الحلقة اقلة على الابرة. دي غرزة المنزلقة. غرزة جميلة جدا بنزين بيها اطراف الشغل بتاعنا. هكمل كده كل غرزة بعمل فيها غرزة منزلقة. بدخل في الغرزة تحت عرف ال V بسحب الخيط وبسحبه من الحلقة اللي على الابرة. طبعا غرزة المنزلقة بتبقى في الجنب كده. ما بتبقاش فوق. وبتدي سمك للاطراف بتاعة الشغل وبتخليها عريضة شوية. تمام? بكرر بقى على كل الغرز لحد ما وصل لاخر السطر. بشتغل منزلقة كده على كل الغرز. شكلها جميل جدا. اهي. ده الشكل بتاعها. وده شكل الحواف بتاعة الشغل بعد ما اشتغلنا فيها غرزة المنزلقة. تمام? هكمل كده لحد ما وصل لاخر السطر ونرجع نكمل مع بعض. انا كده خلاص يا جماعة اشتغلت منزلقة على كل الغرز بالطريقة اللي شفناها مع بعض لحد ما وصلت لاخر السطر. بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده. هبدأ اقص الخيط بتاعي. انا كده قصيت الخيط طبعا ان لسه الابرة بتاعتي في اخر غرزة. اخر غرزة منزلقة. اهي. بسحب الخيط من الغرزة الاخيرة بالشكل ده كده. بسحب الخيط. انا كده سحبت الخيط من اخر غرزة منزلقة. بعد ما قصيته سحبت الخيط طلع منين من نص حرف الفي. تمام? ببدأ اجيب الابرة بتاعت الكرشي او ابرة التنظيف. بفوت اول غرزة منزلقة انا اشتغلتها وبروح على التانية. وبدخل تحت حرف الفي كده. وباسحب الخيط ده بدخلوا جوة الشغل. بالشكل ده كده. تمام? وبرجع تاني ادخل في الغرزة الاخيرة. غرزة المنزلقة الاخيرة اللي انا اطلعت الخيط منها. من نص حرف الفي. وبرجع اسحب طرف الخيط تاني. وادخلوا جوة الشغل برضو. بالشكل ده كده. انا كده عملت سلسلة. حلت محل غرزة المنزلقة اللي انا فوتها تحت. اول غرزة منزلقة انا فوتها تحت. ودخلت تحت التانية. سحبت الخيط. عملت سلسلة كده باللفة اللي انا عملتها دي. حلت محل غرزة المنزلقة اللي انا فوتها. كده بقى شكل الشغل عندي كله زي بعضه. زي ما انت شايفين كأنه مفيش قفلة خالص. هبدأ انضف الخيط بتاع الزيادة ده. بابرة التنظيف. جوة الشغلة من جوة. وهنضف كمان الخيط بتاع البداية. بتاع الدايرة السحرية. وهشتغل كمان قطعة زي دي بالزبط. شايفين? هشتغل الجزء التاني من الشنطة زي دي بالزبط بنفس الطريقة طبعا وبنفس عدد الغرز وبنفس المقسات. بالشكل ده كده. وبعدين نرجع نشوف هنقفل الشنطة بتاعتنا ازاي? وارجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت الجزء التاني من الشنطة زي ما انتو شايفين كده طبعا بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الجزء الاول مع بعض وبنفس المقسات وبنفس عدد السطور وعدد الغرز. ونضفت الخيط الزيادة اللي كان في الدايرة السحرية بابرة التنظيف والخيط بتاع النهاية اللي انا قفلت به القطعة الاولى اللي احنا اشتغلناها مع بعض دي. وكمان اضفت الخيط بتاع البداية في القطعة التانية اللي انا اشتغلتها اللي كان في الدايرة السحرية. وسبت الخيط بتاع النهاية ده عشان هنقفل بيه الشنطة بتاعتنا. فانا هبدأ اقص الخيط على مسافة متر كده عشان نقفل بيه الشنطة. هنقص المرة دي بالمقص عشان الخيط يدخل معايا في قبرة التنظيف. بقص كده. انا عندي الخيط في اخر غرزة منزلقة. ببدأ اسحب الخيط عشان اطلعه برا كده واقفل آآ السطر بتاع المنزلقة ده او البرواز زي ما عملنا في الجزء الاول بالزبط. نبسحب الخيط كده. انا كده سحبت الخيط من اخر غرزة منزلقة من نص حرف ال V. هجيب ابرة التنظيف ونلضم الخيط بتاعنا. طبعا ممكن تعديه بابرة التنظيف او بابرة الكوروشي حسب ما انت عايزة. كده انا لضمت الخيط بتاعي بالشكل ده. بفوت اول غرزة منزلقة انا اشتغلتها وبادخل في التانية من تحت حرف ال V كده. وبسحب الخيط وبعديه آآ جوة الشنطة. بعد كده برجع ادخل بالابرة تاني في اخر غرزة منزلقة اللي انا سحبت منها الخيط من نص حرف ال V كده. وبادخل برضو جوة الشنطة من جوة. بالشكل ده. كده باللفة بتاعت الخيط دي انا عملت سلسلة حلت محل غرزة المنزلقة اللي انا فوتها تحت. الغرزة بتاعت المنزلقة الاولى. بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده. الشغل بتاعي كله بقى شبه بعضه مفيش اي قفلة بينع معايا. تمام. اللفة اللي انا لفتها دي بالخيط. عملت سلسلة حلت محل غرزة المنزلقة الاولى اللي انا فوتها تحت. كده احنا قفلنا الخيط بتاعنا. هنبدأ نقفل الجنابة على بعضها. انا ببدأ اطلع الخيط بتاعي كده. على وش الشغل من بره عشان ابدأ اركب الحلقات من اي غرزة كده. بجيب طبعا الجزئين بحطهم على بعض كده. طبعا عدد الغرز عندي اربعة وخمسين غرزة هنا زي هنا بالزغط. الغرز متساوية. بزبط الجزئين على بعض. انا كده جبت المكان القفلات وصد بعضيها. وعندي حلقتين صغيرين كده نص دايرة. طبعا انت لو مش متوفر عندك الحلقات دي ممكن تحطي حلقات سهلة الفتح. هخيط بالخيط بتاعي في الاول خالص الحلقة الاولى من هنا كده بالطريقة اللي هنشوفها مع بعض. هجيب الجزء ده الاول وهعدي الخيط بتاعي. وهخيط في الجنب الاول. بتلفي مرتين او تلاتة حسب ما انت عايزة. بطلع من الغرزة اللي انا اسحبت منها الخيط. وبدخل تاني في نفس الغرزة اللي انا دخلت منها الخيط جوة. كده انا سبت الدايرة في الجزء ده كده. تمام? بالشكل ده. هجيب القطعة التانية. وهشوف المكان اللي انا هخيط فيه برضو. هنا كده. وبعد بالخيط بتاعي في الغرزة اللي انا هطلع منها. دي كده. بسحب الجزئين على بعض. وبعد كده بعدي الابرة من الدايرة. وبعد على الغرزة اللي عليها الدور. الغرزة اللي انا هخيط فيها. اهي. الغرزة اللي فوق دي. بعد كده. وبدخل جوة تاني. بعد كده بطلع تاني عشان اعيد مرتين زي ما عملت في الجزء الاول. طبعا الاسهل ليك ان انت تحطي حلقات سهلة الفتح. بس عشان انا عاملة الشنطة دي البنوتة صغيرة. فانا شايفة ان الحلقات سهلة الفتح ما تبقاش عملية بالنسبة لها. تتقصر بسهولة. وبدخل تاني. انا كده سبت اول حلقة. بالشكل ده طبعا سبتها كويس تمام? هنبدأ بقى نخيط. الجنبين بتوع الشنطة مع بعض. بالابرة بتاعت التنظيف تحت الغرز المنزلكة. هبدأ اطلع الخيط بتاعي تاني لبره. كده. هتبقى بالشكل ده. طبعا العدد الغرز عندي زي ما قلت لكم نفس العدد. اربعة وخمسين غرزة في كل جنب. هيبقى الغرز اللي انا هخيط فيها كل غرزتين قصاد بعض. بدخل تحت المنزلكة تحت حرف الفي. وبعدي للجنب التاني بقبرة التنظيف. برضو تحت حرف الفي اللي قصاده. وبسحب الخيط بتاعي. بالشكل ده. بعد كده هرجع من الغرزة اللي بعديها. من تحت حرف الفي برضو. بعدي على الغرزة اللي قصاد. طبعا بالنسبالك عشان ما فيش تصوير هتبقى أسهل من كده. بسحب الخيط. وكل ما بعمل غرزتين بازبط القطع بتاعتي قصاد بعضها كده بالشكل ده. هرجع على الغرزتين اللي بعديهم. بدخل كده وبرجع على الجنب التاني. بعدي للجنب التاني وبسحب الخيط. وما تشديش ايدك عشان الشغل بتاعك ما يلمش معاك ويبقى شكله ظريف. تمام? هكرر بقى بنفس الطريقة. بعدي كمان على الغرزتين. نعمل معاكم كمان غرزتين. شايفين الابرة بعديها من تحت حرف الفي اللي هنا وحرف الفي اللي قصاده. غرزة المنزلقة بس. وبسحب الخيط بتاعي. طبعا في ناس بتحب تخيطها بمنزلقة. بقبرة الكروشي. انا بصراحة بفضل الطريقة ديت بيبقى بتبقى شكلها احلى. هكامل كده بنفس الطريقة. كل غرزتين قصاد بعد لحد ما وصل للجزء اللي انا عايز اخيطه. ونرجع نركب الحلقة التانية مع بعض. انا كده خلاص يا جماعة خيطت الجزء اللي انا عايزاه من الشنطة زي ما انتم شايفين كده الجنبين ببعض. كل غرزتين قصاد بعد ده شكل الخياطة. وسبت الجزء اللي انا عايزاه في فتحة الشنطة. طبعا انت بت بتقدر الجزء اللي انت عايزاه في فتحة الشنطة زي ما انت عايزة. بيحس يكون مناسب ان انت تعرف تدخلي ايدك او تدخلي الحاجة بتاعتك. بالشكل ده كده. انا خيطت على كل الغرز وسبت تلاتة وعشرين غرزة. الغرز كلها اربعة وخمسين زي ما احنا عارفين. الفتحة بتاعة الشنطة دي ستتها تلاتة وعشرين غرزة حشو. تمام? ده مقاس مناسب اول اللي انا عايزاه. والشكل بقى كده. فاضل للحلقة التانية هنبدأ نخيطها بنفس الطريقة اللي خيطنا بيها الحلقة الاولى. بحطها كده. والخيط بتاعي اهو بدخل كده في الحلقة وبدخل في الغرزة دي. اللي بعدها. وبخيط عليها من الجنب ده مرتين ومن الجنب التاني مرتين. بطلع من الغرزة الاخيرة تاني. بالابرة. وبدخل في الغرزة اللي فوقيها. كده خيطت الجنب ده. هبدأ اعدي بالخيط بتاعي في الجنب التاني. في الغرزة اللي قصدها بالزبط طبعا. اخلي بالي من الغرز عشان الحلقات تبقى مظبوطة. وبعد كده وبدخل في الغرزة اللي فوقيها. هيبقى الشكل كده. وبعيد عليها مرتين. بطلع من الغرزة دي. وبدخل من الغرزة اللي فوقيها. بالشكل ده. كده انا خيطت الحلقة التانية بنفس الطريقة اللي خيطنا بيها الحلقة الاولى مع بعض. هنضف الخيط الزيادة ده داخل الشنطة. بالشكل ده كده. وبعدين نرجع نشوف هنكمل الشنطة بتاعتنا ازاي. انا كده خلاص يا جماعة نضفت الخيط الزيادة داخل الشنطة. بقى شكلها زي ما انتم شايفين كده ده شكلها من جوة. مظيفة جدا ما فيهاش اي زوايد للخيوط. تمام? وده الشكل بتاعها. بعد ما ركبنا الحلقات. حابة بس اقولكم الحوزة بخصوص الحلقات في الشنط المدورة. آآ وانت بتتقفل الشنطة المدورة قفلي اكتر من النص. يعني اتقفلي من تحت الخياطة اللي هتخياطيها هتبقى اكتر من نص الدايرة. ليه? عشان لما تركبي الحلقات بتاعتك وتحط فيها الايد او السلسلة اللي انت هتركبيها ايد للشنطة. وتتشال الشنطة ما تلفش وتقع كده. تمام? لو ركبتها في النص تجي تشيليها تلاقيها بتلف منك كده. فانت حاول تخياطي الجزء اللي هتخياطيه يبقى اكتر من الجزء بتاع فتحة الشنطة. آآ انا حابة ان انا احط لها بطانة. طبعا انت لو مش حابة تحط لها بطانة بتخياطي السلسلة على طول وبتركبي السلسلة بتاعتك او بتحط الايد اللي انت عايزها. فانا هجيب البطانة وهوريكو انا قصيتها ازاي? لو انت هتركبي بطانة للشنطة مدورة بتقصي دايرتين بالشكل ده كده. واحدة للجنب ده واحدة للجنب التاني. فانا قصيت دايرتين. طبعا البطانة حسب ما انت عايزها. بطانة ستان او بطانة قطنة حسب ما تفضليها يعني. آآ دي بطانة متوفرة عندي بطانة ستان. وانا بس تعملها على طول. يبقى احنا كده قصينا دايرتين. بمقاس الدايرتين بتوع الشنطة طبعا بتكبر المقاس سنتي تعمليها سابق في خياطة. آآ نص سنتي كده داير ميدور او سنتي حسب ما انت عايزة. يعني ما تقصيش بنفس المقاس بالزبط. بتكبري سنتي او نص سنتي عشان الخياطة. انا كده قصيت الدايرتين. باجي على الجنب بتاع الشنطة. وبقص برضو قطعة بالشكل دا كده. شايفين القطعة بتاعة الجنب. بالمقاس بتاع جنب الشنطة. طبعا برضو بعمل حسابي في الخياطة. سنتي من هنا وسنتي من هنا. بالشكل دا كده. تمام? وبردو في العرض بتاع الشنطة بعمل حسابي في سنتي او نص سنتي. حسب ما انت عايزة. يبقى انا كده البيطانة بتاعتي عبارة عن تلت قطع زي ما انتو شايفين كده. تمام? آآ هجبت المزورة واقول لكم برضو مقاسات بتاعة الجنب الشنطة كان من سنتي. عشان لو حبة تشتغل بنفس المقاسات. الجنب بتاع الشنطة من غير غرزة الفشارة سبعة سنتي بالزبط. تمام? سبعة سنتي بالزبط او سبعة ونص. احنا اشتغلنا تلت سطور. حشو تلت سطور. اللي هي غرزة السنبلة. تمام? وطبعا المقاسات دي حسب ما انت عايزة زي ما قلتلك. لو عايزة تكبر عن كده قلت صغاري حسب ما انت عايزة. انا هبدأ اعمل ايه? بجيب السوستة بتاعتي. انا حبا ان انا السوستة تبقى شبه الخيط. او اللون قريب منه. والبطانة بتاعتي سودة. فانا بجيب البطانة وبخيط. الاول بقص. بجيب الجنب اللي هو الطويل ده. وبقص فتحة للسوستة. في نص الجزء ده كده. نقص من الجنب التاني افضل. طبعا السوستة بتاعتي عشرين سنتي مسلا او حسب المقاس اللي انت آآ هتخيطيه هتستعمليه. بتيجي في نص القطع كده. وتقص فتحة عشان السوستة بتاعة الشنطة. فتحة بالشكل ده في الجزء اللي هو الطويل. بتحط السوستة بتاعتك كده. وبتفتحي وبتخيطي. طبعا انا هخيط باللون الاسود. لون البطانة. عندي ابرة وفتلة. ده الوش بتاع الشنطة. اسفة ده الوش بتاع السوستة. بخليه فوق كده. وبجيب البطانة وبخيط كده. بالشكل ده. بابدأ اخيط. السوستة بتاعتي بسراجها وبعيدة عليها مرتين عشان تبقى سابتة. طبعا طريقة تركيب البطانة دي انا كنت عاملالها فيديو على القناة قبل كده لو حابين ترجعونه هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. الفيديو بتاع الشنطة الكحلي. الشنطة المدورة برضو. متخيطي كده. متوصلي هنا في في الجزء الاخير ده بتسبتي السوستة من ورا. بتسبتي السوستة كويس من هنا وترجعي بالجنب التاني فانا هخيطها وهرجع اوريكم الشكل بتاعها. انا كده خيطت السوستة يا جماعة في البطانة بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها بقى شكلها كده. ده الشكل اللي هي بقى. طبعا السوستة لما بخيط في الشنطة وخيطها داري ده كل الجزء ده هي الدارة. هيبانى عندي الجزء بتاع السوستة من فوق بس. تمام? والجزء اللي تحت ده هيبقى جوة الشنطة. بالشكل ده. انا كده جهازت القطعة الطويلة دي بجيب طبعا اي دايرة من الدايرتين دول. وببدأ اخيط الاجزاء دي كلها ببعضها. بحط كده الدايرة على الجزء الطويل ده. وبخيط طبعا ببدأ من اي مكان مش مشكلة. وبسرج. طبعا لو عندك مكانة بتخيط عليها هيبقى الموضوع اسهل بكتير. متسرجيها الاول كده وبعدين بتعيدي عليها كمان مرة عشان تسبتيها او تبقى جامدة يعني. هخيط برضو الدايرة دي كده وهارجع وارها لكم. انا كده خيطت يا جماعة الدايرة الاولى. بالشكل ده كده بقى ده شكلها. ده شكل البطانة لما خيطت الدايرة الاولى منها. ده شكل من جوة. هتمنى يكون واضح في التصوير. هيبقى شكل السستة من جوة كده. وده الشكل من برا. تمام? ده الجنب بتاع الشنطة وده ودي الدايرة. اهي. هابدأ خيطت الدايرة التانية كمان في الجنب التاني. وبعدين نرجع نشوف هنخيط البطانة في الشنطة ازاي? انا كده خلاص يا جماعة خيطت الدايرة التانية بتاعت البطانة وبقى كده البطانة بتاعتي كاملة. بالشكل انتو شايفينه كده. كأنها شنطة بالزبط. شايفين من الجنبين الدايرتين والسستة بتاعتي اهي. لو فتحت كده البطانة عندي من جوة اهي. تمام? هنبدأ نركب البطانة بتاعتنا في الشنطة. بجيب الشنطة بتاعتي. وبفتح كده وبدخل البطانة بسقطها جوة الشنطة. بالشكل ده كده. طبعا الخياطة بتاعت البطانة بتبقى آآ جوة الشنطة. تمام? بزبط بقى السستة كده. وهجيب خيط قريب آآ من لون الشنطة او نفس اللون. وهنبدأ نخيط السستة بتاعتنا. طبعا خياطتها سهلة جدا. وشوفناها في كزا فيديو قبل كده على القناة. وبزبط السستة كده بخلي طرف السستة تحت. انا عايزها تبقى مدفونة جوة متبقاش بينة. بخلي طرف السستة البلاستيك. مع طرف غرزة الحشو اللي تحت. المنزلقة فوق اهي. غرزة الحشو اللي انا اخر سطر اشتغلته. تمام? وبجيب الخيط ده. وهبدأ ادخل كده من جوة. وبطلع من من تحت غرزة المنزلقة. شايفين غرزة المنزلقة اللي انا مبروزة بيها دي. بدخل كده. انا كده سحبت الخيط. بابدأ اخيط من تحت غرزة المنزلقة. عشان الخيط ما يبانش معي. حتى ممكن تخيطي بلون مختلف. عن لون الشنطة. مش هيبان معاك خالص. وبادخل من الغرزة اللي بعدها. وبأوسع للنفس كده عشان اعرف اشتغل. بالشكل ده كده. وبطلع تاني. طبعا بحاول ازبط الغرز بتاعتي بخلي مسافة مسلا نص سنتي مقاس الغرز. عشان برضو يبقى شكلها من جوة زريف. متبقاش وحشة. وبرجع من الغرزة اللي بعدها. تحت المنزلقة يا جماعة. بالشكل ده. يعني انا بخيط في غرزة الحشو بتاعت السطر الاخير بس من تحت المنزلقة. بطلع وبدخل كده بمقاسات مظبوطة قد بعضها. لحد ما وصل لاخر السستة من الجنب اللي ورا ده وبسبته كويس هنا. وبعدين برجع بالجنب التاني. فانا هخيط السستة بتاعتي. واجهزها كويس جدا. وسبتها. وبعدين نرجع نشوف الشكل النهائي عامل ازاي. انا كده خلاص يا جماعة خيطت البطانة والسستة بالطريقة اللي شفناها مع بعض. بقى ده شكل السستة بعد الخياطة. دي فتحة الشنطة والسستة مش باينة معايا خالص زي ما انتم شايفين كده. آآ زي ما قلتلكم في الموديل المدور ده بحب خيط السستة مدفونة جوة الشنطة. عشان ما تبقاش باينة. وعشان شكل الشنطة يبقى ظريف. وكمان عشان الجزئين بتوع الشنطة يبقوا مقفلين على بعض بالشكل ده كده. هيبقى زيهم زي الجزء اللي احنا خيطناه من تحت بابرة التنظيف. كمان طريقة خياطة السستة مدفونة جوة الشنطة ليها ميزة تانية. ان انت لو مش متاح عندك بطانة او سستة بنفس لون الشنطة ممكن تستخدم بطانة بلون مختلف او سستة بلون مختلف زي ما عملنا كده النهاردة. وبتخياطيهم عادي خالص ما بيبقوش بينين معاكي بالشكل ده. تمام? آآ خلي بالك كمان وانت بتخياطي السستة ما تشديش ايدك في الخياطة عشان الشغل ملمش معاكي والسستة كمان تبقى سهلة في الفتح وفي القفل. نفتح السستة بتاعتنا ونشوف الشكل من جوة. ده شكل البطارة من جوة. بالرغم من اختلاف الالوان بس هما مش بينين خالص بالشكل ده. طبعا عشان الحاجة المتاهة عندك بتستخدميها عادي. شايفين السستة بتافتح وتقفل بسهولة ازاي? والجزء ده كده. بكده نكون خلصنا خياطة السستة والبطانة بالشكل ده كده. ودي الحلقات اللي احنا ركبناها مع بعض. طبعا اول حلقة خيطناها مع بعض كان فيه غرزة خلفت معايا فكان شكلها مش مزبوط. فانا فكت الخيط وزبطتها زي ما انتم شايفين كده. ودي الحلقة التانية. وده شكل الخياطة اللي احنا خيطناها بابرة التنظيف من تحت. طبعا انا حطت لها ايد سلسلة زي ما انتم شايفين كده. طريقتها سهلة جدا بتركبيها بالبنسة في الحلقات. وعملت لها جزء من الخيط بغرزة حبل اللي سير روماني. غرزة جميلة جدا من اجمل الغرز اللي بنشتغل بها ايادي للشنط. انا عاملها لها فيديو مفصل على القناة قبل كده. كل ما يخص حبل اللي سير روماني ازاي بتشتغليه بفتلة واحدة وازاي بتشتغليه بفتلتين. وازاي بتخليه عريض عن كده بغرزة منزلكة او غرزة حشو. هسيب لكم الفيديو بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو ده. ولو بصيت قدامك على الشاشة دلوقتي على طول في علامة الاي في الشريط الابيض هتلاقي طريقة عمل ايدي الشنطة. هتضغطي عليه هيدخلك على طول على الفيديو بتاع طريقة عمل الحمل اللي سير روماني. تمام? بكده نكون خلصنا الشنطة بتاعتنا وده الشكل النهائي لها. هتمنى يا رب تكون الشنطة عجبتك. وتمنى كمان تكون طريقتي في عمل الدايرة بغرزة الفشارة عجبتك. طريقة سهلة جدا وان شاء الله تطبقها بكل سهولة. انا فكرت في الطريقة الليه عشان الناس المبتدئين اللي مش بتعرف تشتعل غرزة الفشارة. فان شاء الله هتعجبك وتبقى سهلة عليك جدا. آآ وتمنى كمان تكونوا استفدتم من الفيديو. لو عجبكم الفيديو استفدتم منه وعملولو شير ولايك. ولو حابين تتابعوني ولسه ما اشتركتوش في القناة طبعا يسعدني ما اشترككم في القناة. فاشتركوا فعالوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة